موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من بداية برنامج التريند بداية الاسبوع وبالتأكيد حلقة يكون فيها كواليس وتفاصيل والنهاردة بنبدأ الاسبوع اكيد باخبار مهمة جدا عندنا احداث كثيرة فوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا في الاسبوع الاول وانطلاقة الدور العام بخمسة اهداف مقابل هدفين تصدر الدور العام مبكرا احداث كثيرة جدا ملفات تحكيمية قرارات مهمة تم اتخاذها في الايام الاخيرة وفي الساعات الاخيرة النهاردة كمان عندنا بعض الاخبار والكواليس والانفراضات المتعلقة بالنادي الاهلي على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي في الايام المقبلة حلقة مليئة بتفاصيل كثيرة جدا ولكن مهم جدا انا ببدأ حلقة النهاردة نتكلم على موضوع التحكيم مكسب الاهلي بالتأكيد كان شيء ايجابي ومؤشر جيد جدا في ظل حالة اللغة الموجودة في ملف التحكيم قدر الاهلي يفرد سيطان ان بعد نهاية الجولة الاولى الاهلي يفرد كلمته واسلوبه على شكل الدوري اللي اكيد مش هيبقى فيه مساحة لأي تضيع نقاط في الفترة اللي جاية ولكن مليون علامة استفهام على ملف التحكيم وهنا في برنامج الترند ألقنا الضوء على هذه المشكلة لما استعرضنا في فقرة الفار نهاية الأسبوع الماضي ملف التحكيم كيف يعاني من اللجنة التي تدير هذا الموضوع خلال الفترة الحالية وفي اليوم التالي على طول مباشرة النادي الاهلي أصدر بيان بطلبه استخدام خبير أجنبي كما كان متفق عليه في اجتماع تم ما بين ربطة الأندية مع رئيس اتحاد الكورة الأستاذ جمال علام أيا كانت ردود الاتحاد أصلحنا خلاص شهر وهنمشي وهتيجي لجنة تانية وهيجي مجلس تاني ودخني على انتخابات الموضوع محسوم ما فيهوش جدال رئيس لجنة حكام أجنبي مسؤول تقنية فار أجنبي الناس تقول لي هي الفكرة في رئيس اللجنة بس لا ده تيم وارك الكامل أنا عايز أقول لكم على فكرة اللي حصل في مباراة الزمانيك والبنك الأهلي مش قصة محادسة فار ولا خطأ تحكيمي محمود ناجي كان هو حكم المباراة تم استبداله بالكابتن محمد عادل كان على تقنية الفار الكابتن خالد جمال الغندور وكان قابليه مصطفى متحت تم استبدالهم وجي محمد سلام أميدو هل اللجنة عندها تفسير لله حصل ده؟ ما أعتقدش طب هل اللجنة عندها تفسير النهاردة؟ ليه عامل اجتماع فني في قاعة تخص الاتحاد الإفريقي بأدوات تخص الاتحاد الإفريقي عشان تعمل اجتماع فني مع الحكام؟ هو الاتحاد للدرجات دي ما فيهوش فلوس؟ هي اللجنة للدرجات دي مش قادرة تعمل اجتماعات فنية للحكام في مقر الاتحاد أو في مشروع الهدف أو في أي مكان آخر؟ وصلت بك الأمور إنك عشان مش عارف تعمل تطوير دي الأدوات اللي بتكلم عليها رأي تعمل محاضرة واجتماع فني في قاعة تخص الاتحاد الإفريقي بأدوات ملك الاتحاد الإفريقي وبتستأذن الكاف عشان تعمل اجتماع فني النهاردة؟ مشاكل التحكيم كبيرة محادثات الفار حكم إدى ضربة حرة غير مباشرة محمد سلام ميدو إيه اللي عايزه من المباراة الدوري؟ قبل كده لغى هدف اللي الأهلي محمد عادل إدى فاول والكرة مش ركل الجزاء بتستدعي الفار ليه في ديئة 96 في لعبة واضحة وضوح الشمس ما فيهاش ركل الجزاء وبالمناسبة حكم المباراة إدى ركلتين جزاء على الزمالك إدى ركلتين جزاء على الزمالك ورجلتين جزاء ما فهمش نقاش مشكلة كبيرة جدا بنواجهها في ملف التحكيم لكن اجتماع الفني النهاردة اجتماع عاصف فيه تفاصيل كثيرة جدا اللجنة دورها في تعينات الحكام هل الخلافات عيتبقى فيها موأمات واختيارات وكمان إن احنا بنحاول نختار حكام عشان نخلص على حكام قصة كبيرة جدا من بدايتها احنا بنقفل الملف ونشيل كل ده ونجيب خبير أجنبي ونشتغل من أول السطر ومن بداية الشغل يبقى ناس جديدة تدير الملف ده في ظل الخلافات الموجودة داخل لجنة الحكام تفاصيل كتيرة مش عايز أدخل فيها دلوقتي ولكن كان مهم جدا أبدأ بمكسب الأهلي أزمة التحكيم اللي عاملة رد فعل كبير جدا داخل اتحاد الكورة وأنا مستنى رد من اتحاد الكورة على المحادثات اللي اتقالت أنا بتعامل دايما مع الكلام الرسمي عايزين نعرف صحة الكلام اللي تقال إيه عايزين نعرف دور هنا مسؤول الفار إيه اللي كان موجود في غرفة الفار رغم أنه مساعد لإيه فار قال لحكم الفار محمد سلام أميدو ما تجيبش الكابتن محمد عادل الكورة ما فيهاش حاجة ولكنه أصر إن الكورة فيها احتمالية ركل الجزاء إيه الأسباب إيه الموضوع ليه بتتغير حكام الفار وبتيجي حكام تانية ليه هتدى بمحمود ناجو فجأة تغيره وجيب محمد عادل هو ما كانش معدفه معسكر الإعداد للدوري أسئلة كتيرة والصفصارات كتيرة نوجهها المين؟ لمحمد فاروق ولا إبراهيم نور الدين كلام كتير قوي عموماً النهاردة معنا فقرة حوارية في برنامج الترند مع الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الأستاذ علاء عزت هنتكلم معاه في تفاصيل متعلقة بملف التحكيم مكسب الأهل وانطلاقة الدوري بخماسية وتصدر المسابقة وبعض الملفات اللي أكيد السوشيال ميديا بتترحها وأكيد هنتكلم عليها النهاردة في سياق حلقة برنامج الترند لكن عشان وقتنا نروح بسرعة لي سؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة بمنسبة الخماسية وفوز الأهل على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل لهدفين اختار الهدف الأجمل في اللقاء هدف حسين الشحات في الدياء الرابعة ولا هدف وسببه عالي في نهاية الشوت الأول ولا هدف وسببه عالي في بداية الشوت التاني ولا هدف الشحات ولا هدف طاهر أهداف عديدة كل واحد يدخل يشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير بالتأكيد هستعرض من وجهة نظركم أجمل هدف في الأهداف الخامسة صفحة الفيسبوك أو انستجرام أو على منصة إكس كل منصات قناة الأهلي على السوشيال ميديا شاركوا وجاوبوا وبالتأكيد هنستعرض ده في الجزء الأخير من البرنامج لكن نروح دلوقتي ليه أهم العنوان البداية في ترند الأهلي بدون راحة الفريق وصل تدريباته استعدادا لمواجهة زد كمان كأس العالم للأندية في مصر في براير المقبل عشرين خمسة وعشرين وفي الترند العالمي بايرن ميونيخ يقترب من حسم صفقة مرموش نروح لاستعرض مباراة اليوم والنهاردة مع مباراة البريمير ليج الدول الإنجليزي مباراة ممكن انتهت منذ قليل بفزة توتنهام على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف الديربي والكلاسيكو بين الماني يونيتد مع تشيلسي الساعة ستة ونص يعني بعد أقل من حوالي تلت ساعة الدول الأسباني النهاردة كانت في مباراتين انتهوا منذ قليل أو منهم مباراة انتهت منذ قليل أتلتكو مادريد كسب لازبا الماس 2-0 وفي هذه الأثناء برشلونة متقدم على إسبانيول 3-0 إشبلية مع ريال سيسيدات 7.5 وأتلتكو بيلباو مع ريال بيتيس الساعة 10 الدوري الإيطالي ومنذ قليل انتهت مباراة نابولي مع أطلانطا بمفاجأة مدوية فوز أطلانطا على نابولي في أرض نابولي 3-0 وفي هذه الأثناء فورنتينا متقدم على تورينو بهدف مقابل لشيء الساعة 7 هلس فيرونا مع روما وفي الصهرة في الختام العشرة إلى روب انتر ميلا مع فينيزيا دي أبرز مباراة اليوم دوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي مشاهدة ممتعة مع الدوريات القبرى لسه عندي كواليس لسه عندي تفاصيل شفتوا عنوين أكيد الناس كل عايزة تعرف في الجديد كل ده ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد ونركز مع بعض في الأخبار اللي جاية دي أخبار مش هتسمحها وما سمعتهاش في أي حتة فيها تفاصيل مهمة جدا بداية عندي كلام مهم جدا على مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بس في البداية النهاردة انتشرت صورة لتي شيرت النادي الأهلي بقلبية السوشيال ميديا لدرجة حتى أن في مواقع رياضية كبيرة جدا ومنصات كبيرة جدا خادت الصورة وعتمدتها وكأنها هو ده تي شيرت النادي الأهلي في بطولة فيفا انتر كونتيننتل لما الأهلي سفر قطر يلعب 14 وبإذن الله نكسب ونلعب كمان 18 أمام ريال مدريد على استاد لوسيل صورة المنتشرة الخاصة بتي شيرت الأهلي صورة غير صحيحة ليس هناك أي زي رسمي أو تي شيرت رسمي حتى الآن للنادي الأهلي مع الاتحاد الدولي في بطولة فيفا المقبلة سواء في مونديال الأندية أو حتى في بطولة فيفا انتر كونتيننتل طبعا الناس متلغبطة عندنا أحداث علامة كبيرة فكل واحد بيحاول على قدر الإمكان في السوشيال ميديا يعمل ديزاين فالناس بتاخد الدزاين ده بتفتكره هو ده الصورة الرسمية والناس بتعتمد من نفسها لكن احنا سألنا عشان نجيب لكم المعلومة المؤكدة وبالتأكيد عبر شاشة الأهلي مش عنقول إلا المعلومة الموثقة تي شيرت الأهلي في البطولة الغاية دلوقتي لسه أصلا ما تمش الاتفاق عليه ناس تقول له والفيفا ليه علاقة بالزي؟ طبعا لازم تبعت الزي الرسمي بتاعك للفيفا بيتم الاتفاق والاعتماد عليه في البطولات الدولية ده أمر وأمور تنظيمية معروفة ولكن الانتشر ونرضى على السوشيال ميديا أمر غير صحيح والناس بس يا نفسها تشوف حاجات علامية للأهلي بس طبعا خلينا في الأمور الرسمية اللي حصل نرضى على السوشيال ميديا ده أمر غير صحيح وبالتالي هو البعض بيحاول يعمل ديزاين معين ولكن الكلام ده أصلا غير سليم وغير صحيح وبالتالي محدش يعتمد عليه عن أنه تشيرت الأهلي الأساسي سواء في منديال الأندية أو حتى في بطولة فيفا انتر كونتيننتل طيب الحاجة الثانية منديال الأندية احنا قلنا الحلقة اللي فاتت في نهاية الأسبوع القرعة بإذن الله مبدئيا معاد 5 ديسمبر هتتعمل في القرعة البطولة ونشوف وقتها مواجهات الأهلي وقولت لكم حتى الانطلاق ممكن تكون مع فريق علامي لو قالت لها تصنيف أول أو حتى تصنيف تاني دي البدايات وممكن يكون فيه مسؤول من الأهلي حاضر القرعة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر طب الكاس نفسها اللي اتحاد الدولة دلوقتي بيستعد لها عشان يعمل جولة لكل الأندية والدول اللي هتشارك أنديتها في البطولة هتيجي مصر إمتى؟ خدوا مني المعاد المؤكد اللي هيعلم في الفترة اللي جاية كأس العالم للأندية اللي هينظم في الولايات المتحدة الأمريكية هيكون في مصر في الفترة من 14 ل 17 فبراير 2025 يمكن أنا أريد بعض المواقع كتبت نوفمبر اللي احنا فيه كلام ده مش حقيقي فبراير 2025 فبراير المقبل مع بداية العام المقبل هيبقى فيه جولة ساحية في مصر في الفترة من 14 ل 17 فبراير وأكيد هيكون فيه استعداد كبير جدا سواء للقرعة أو حتى لزيارة كأس البطولة إلى مصر على شرف واسم ومكانة الأهلي كمشارك في هذه البطولة وأكيد هيكون فيه جولة في المغرب مع الوداد مع التراجي في تونس مع سانداونز في جنوب إفريق فده خبر مهم جدا كان لازم نبدأ به النهاردة للأهل المنديالي كأس البطولة هيكون في مصر في بداية العام المقبل تحديدا في شهر سوبراير الحاجة التانية وهو خبر أو معلومة مهمة جدا فاكرين لما شفتوا قرارات لجنة الاندباط وحنا هنا شرحنا حيثيات قرارات لجنة الاندباط على مباراة الأهل والزمالك في السوبر الإفريقي وقلنا أن فيه مشاكل حصل التنظيمية بناء عليها لاتحاد الإفريقي اتخذ قرارات صعبة سواء في إيقاف لعيبة في نادي الزمالك أو غرامات مالية أو تغريم الزمالك 300 ألف دولار منهم 100 ألف دولار معلقة في الموسم المقبل لو تقررت نفس الأحداث مرة أخرى أنا عايز لكم التناول الإعلامي للأسف مع هذه القرارات قد يضر الأندية المصرية في الموسم الإفريقي المقبل أنا بدق نقوس الخطر للأسف التناول الإعلامي وانتماءات البارك في بيرامدز في المصري فأتمنى الموضوع يبقى في سياقه ويتقفل على كده عندك استيناف على الغرامات المالية استأنف حقك قطب الحيسيات بس لما تجدك الحيسيات اعلن تكتب إيه في الحيسيات لو في صراحة مع الإعلام الخبر الثالث وده خبر حصري على شاشة قناة الأهل الجولة الأولى لدور أبطال إفريقيا تم تحددها بشكل رسمي الأهلي سيستضيف استاد أبي جان على استاد القاهرة الدولي يوم 26 نوفمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومن المفارقات الغريبة أهو قدامكم على شاشة مصدر بالكاف 26 نوفمبر موعدة لمباراة الأهلي واستاد أبي جان في السادسة مساء ومعلومة لحضراتكم كولر والجهاز الفني للنادي الأهلي لوجهة نظر ورؤية إن كل مباراة الأهلي هنا في القاهرة تتلعب الساعة 6 تتلعب الساعة 6 بس الجولة الأولى فيها موقف صعب شوية الجولة الأولى لدور الأبطال كلها تتلعب في يوم واحد يوم 26 نوفمبر يوم الثلاثة لأن الكونفدرالية تتلعب الأربع 27 نوفمبر في يوم واحد برضو طب الأهلي هيلعب ستة بيرامدز هيلعب إمتى؟ للأسف بيرامدز برضو في مباراةه مع ساجرادة الأنجولي على الساعة 30 يونيو حتى الآن مباراةه الساعة 6 حتى الآن مباراةه الساعة 6 فالجولة الأولى إحنا أمام مشهد إن مباراة في 30 يونيو الساعة 6 والأهلي واستاد أبي جان في استاد القاهرة الساعة 6 وجهة نظر فنية الكولر عايز يلعب الساعة 6 فالاتحاد الإفريقي بيسكن الموعيد وخلال الساعات القادمة مع التنصيخ مع القنوات النقلة هيتم حسم هذه الأمور لكن رسميا أنا أقول لكم دي الموعيد اللي تم الاتفاعلها في الساعات الأخيرة في نفس اليوم مازينبي هيلعب مع المولدية الساعة 3 العصر وبالليل فيه ديربي وكلاسيكو ما بين الرجاء المغربي والجيش الملك المغربي الساعة التاسعة مساء دي موعيد الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا وانطلاقة الأهلي كحامل اللقب في دور المجموعات هتكون مع أستاذ أبيتجان على أستاذ القاهرة الدولي في الساعة السادسة مساء وزا ما انت شفتوا على الشاشة طبعا ترتيب المجموعات شكل المباريات اليوم التالي يوم الأربع هتتلاعي المباريات كأس الكونفيدرالية دي الجولة الوحيدة اللي هتتلاعي بالشكل ده 3 و4 بعد كده هنلعب بقى جمعة وسبت دوري أبطال ويوم الحد كونفيدرالية ولكن الأهلي وأستاذ أبيتجان على أستاذ القاهرة 26 نوفمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة مجموعة من الأخبار الحصرية على شاشة قناة الأهلي لسه عندنا تفاصيل أكتر وموضوعات مهمة جدا ولكن بعد الفصل طيب بالتأكيد النهاردة النادي الأهلي أكيد ما فيش راحة مرسل كولر على طول حدد البرنامج الزمني استعدادا لمواجهة زد يوم الخميس المقبل على أستاذ المقاولين العرب يمكن الفترة الحالية سيراميكا ما لعبش مع الأهلي في أستاذ القاهرة زد حتى رغم أنه أختار أستاذ القاهرة هيلعب في المقاولين نتيجة أن أستاذ القاهرة حاليا في فترة تصيانة قبل بداية معسكر منتخبنا الوطني بإذن الله منتصف هذا الشهر مصر عندها مباراتين في ختم التصفيات بعد تأهولها بشكل رسمي إلى كأس الأم الإفريقية فبالتالي مبارات الأهلي المقبلة هتكون يوم الخميس على أستاذ المولين العرب مع فريق آزد كولر النهاردة مداش راحة صلبية عمل التدريبات طبعا المجموعة اللي شاركت بالأمس في المباراة خادت راحة صلبية أو استشفى في اللاجيم وفي نفس الوقت المجموعة اللي مشاركتش نهاردة كانت لها تدريبات أخرى بخصوص الاستعداد للمرحلة الجاية عشان كله يكون في أتم الجاهزية هل في غيابات الفترة اللي جاية؟ هل الغيابات اللي كانت موجودة بالأمس ممكن نلاقيها في مباراة زد؟ كل ده بالتأكيد أنا عرفه دلوقتي من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد تحياتي ديك ولكل مشاهدة ومتابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان آخر الأخبار لديك من التدريب عايزين نطمئن على أسماء العيبة كتير جدا ما كانتش موجودة في مباراة السيراميكا بالأمس أشرف داري القراري النهائي للجهاز الطبي هل هيفضل فيه راحة واستبعاد من مباريات حتى موعد الأجندة الدولية وفي نفس الوقت بقى لو فيه تفاصيل عندك من خلال التدريب أكيد محتاجين نسمع منك كل الجزيز بالفعل يا محمد زي ما كنت سامعك بتتكلم في المقدمة أن المجموعة الأساسية للابت 90 ديئة كاملا بارح أو لابت تقريبا 80 ديئة فما فوق النهاردة طبعا بيخدوا تدريب استشفائي البقى طبعا في الملعب بيخد تمرين بشكل كامل زي عشان يبقى كل اللعبة واخد نفس الجرعة التدريبية ونفس الأحمال البدنية فيما يخص ملف الإصابات يمكن عمر السلية هو الغائب الوحيد أو الأبرز عام مران اليوم يمكن كادمة بس خفيفة كده في الربع حسب بعض الألم ففضل دكتور أحمد جبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أعطى راحة من التدريبات اليوم ياسر إبراهيم كمان يمكن فراحة بس بعض التدريبات اللي استشفائية البسيطة طبعا بشعوره بألام في أصفل عضلات البطل فيمكن ياسر هيكون برة شوية التمرينات يمكن لغاية نهاية الأسبوع فأعتقد بالنسبة كبيرة جدا ياسر خارج مباراة زيد أشرف داري زي ما ذكرت يا محمد يمكن فراحة تم بقى فضل الجهاز الطبي طاق راحة إن شاء الله لما بعد الأجندة الدولية يمكن ما فيش الحمد لله فيه بدال كتيرة في المكان دوت فمش هيبقى فيه مخاطرة بالفترة الجاية بس إثناء كده كل اللاعبين ظهروا بشكل أكثر من رائع في التدريبات النهاردة بسر مرسل كولر يمكن على طول قبل التدريب محمد كان فيه محاضرة فنية كلم بقى عن كل ما تم فيه مباراة الأمس الإيجابيات السلبيات الحاجات الألها اللاعبة وتنفذت الحاجات اللي ما تنفذتش عشان يتم قفل يعني صفحة مباراة سيراميك كيلو بطل الحمد لله يمكن بداية ولا أروع لحمل اللقب وأولى خطواتنا راح واللقب الخامس والاربعين تم قفل الخطوة دي ومن النهاردة على طول الاستعداد لمباراة زيدنا محمد فيه الأسبوع الثاني يمكن التدريب وأنا بكلمك دوقتي حالا موجود دوقتي بقى بعض التدريبات الفنية كده والتأسيمة بكرة يبقى فيه راحة من التدريبات للفريق وإن شاء الله من بعد غدا السلساء هيكون مواصلة للساعداد بإذن الله لمباراة زيد مباراة من المباراة المهمة كل المباراة محمد خاصة في ظل النظام الجديد للبطولة أصبحت مهمة جدا كل الفريق كان نشوفنا الأسبوع الأول أداء أكثر من رائع لمعظم الفرق وكل الفرق طبعا بتحاول تكون فيه النصف الأعلى من الجدول أو أول تسع فرق ولكن إن شاء الله النادي الأهل قادر بإذن الله على حفاظه على اللقب للعام التناع التوالي طبعا ليه كمان للنسخة الـ 45 إن شاء الله تكون في مكانها الطبيعي في الجزيرة محمد إذن نقدر نقول من خلالك نقلا عن الجهاز الطبي للنادي الآلي كادم العمر السلافي مراني اليوم وغياب ياسر إبراهيم حتى نهاية الإسبوع وعشرف داري في راحة حتى موعد الأجندة الدولية هل في تفاصيل أخرى مثل النهاردة أنا برضو شفت في كرة بلس كتبوا أن قهرباء بيعاني من إصابة وده كان سبب في عدم وجوده في قايمة المباراة واشتكى من ألام في الرجبة هل الكلام ده موجود حقيقي ولا نهاردة كان قدامك في المراني الجماعي وممكن يكون جاهز على مباراة زي اللي أقدر أكدوا لك محمد واللي شفتوا بعناية يعني قدامي على أرض الملعب إن قهرباء موجود في التدريب بتضرب بشكل طبيعي جدا ما فيش أي مشكلة عمرو السلام سواء كانش النهاردة كانت كادمة في مباراة الأمس أمام سنوات كلبطرة فالجهاز الطب يفضل إرحته من التدريبات اليوم لكن إن شاء الله يكون موجود على طول في بكر زي ما قلت لك أجازة لتنين التلات بإذن الله يكون موجود بشكل طبيعي جدا لكن كهرباء موجود بيتمرن بشكل أكثر من رائع كل اللعيبة كان اللي شاركوا بودوا لنبارح أو كمان اللي ما شاركوش بشكل نهائي في المباراة موجودين بالضرب بشكل أكثر من رائع باستثناءة طبعا الغيابات اللي منذ فترة كبيرة سواء علي معلول أو كمان كريم فؤاد ولكن باستثناءة كده كل اللعبين موجودين الحمد لله أداءهم والفني والبدن أكثر من رائع الحمد لله كل القايمة مكتملة باستثناءة طبعا زي ما قلنا ياسر إبراهيم اللي هيبقى فيه بس يعني تروي شوية في إصابته لنهاية الأسبوع طبعا تعالى في إصابة العضلات بالذات في منطقة البطنة محمد بتبقى يعني مش خطيرة قوي ولكن لازم بيقى فيه راحة وإلا هتتفاقم الإصابة فطبعا فيه حفاظ عليه بشكل تام من الجهاز الفني أشرف دالي نفس الوضع طبعا بيخضع على راحة سلبية في هذه الفترة يعني ممكن تكون بعض التدريبات الخافية جدا ما فيهاش أي جهاد على الكاحل اللي فيه الإصابة ولكن باستثناءة كده الحمد لله بطمناك على فريق نادي الأهلي فريق كله جاهز بدنيا فنيا وإن شاء الله يكون قد أحلام كل جمهور نادي الأهلي وبإذن الله اللقب الخامس واربعين يكون في مكانه الطبيعي في الجزيرة بإذن الله زمانة محمد التوفيق موفد قناة الأهلي من مقر النادي بالجزيرة نقلا عن كافة الكواليس والتفاصيل خاصة بتدريب فريق النادي الأهلي فاصل وبعد الفاصل الكاتب الصحفي القدير وناقض الرياضي الأستاذ علاء عزة وفقرة حوارية مهمة جدا في تفاصيل كثيرة متعلقة ملف التحكيم صدارة الدوري شكل الموسم تفاصيل كثيرة جدا وقضايا أكيد مطروحة على السوشيال ميديا كل ده هنقشوا بعد الفاصل مع الأستاذ علاء عزة أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية في برنامج الترند والنهاردة هيكون عندنا فقرة الصحافة لأنه نهاردة بنبدأ الأسبوع بفقرة الصحافة المعلومات كتير الأخبار كتير الكواليس كتير جدا جدا ملفات مختلفة ما بين التحكيم مشوار إفريقيا اللي هينطلق نهاية الشهر تأهل الأهلي إلى المرحلة المقبلة في كأس فيفا انتر كونتينينتل بعد إحراز بطولة كأس القرات الثلاث تفاصيل كتيرة جدا لذلك النهاردة بينوارنا وبيشرفنا واحد من النقاط الرياضيين اللي بالتأكيد لي صدى إيجابي جدا عنده جمهور النادي الأهلي الكاتب الصحفي الأستاذ علاء عزة أستاذ علاء منور الدنيا وصعداء بوجودك معنا النهاردة في برنامج الترند ربنا يخليك يا محمد أنا سعيد جدا جدا أكون معاك لأول مرة بعد الانطلاق الجديد لقناة الأهلي بجد يعني أنت مميز ما شاء الله عليك وبحييك على الإنترون أنت عملته لثلاث انفرضات الناس مستنيها من الصبح الحمد لله وبس هذك تصرب لنا بس حاجة بس نطلع بيها تصريب؟ احنا عاشينا عالم التسريبات فصرب لنا حاجة بس يعني فأنا سعيد جدا محمد والله معاك يعني بجد أنت يعني بجد يعني أنا مش عايز عشان بس أنت قدامي لكن أنا قلتها في غيابك أكثر مرة يعني أنت الحمد لله قدرت تعمل حاجات كثيرة قوي على المستوى الاتحاد الأفريقية كتغيب عننا خطة طولة جدا فبالتوفيق إن شاء الله دايما الله يخليك الزعالي دي شهادة أعتز بيها طب نبدأ مع بعضها بسرعة بما أننا بدأنا بقصة التسريبات النهاردة كان فيه اجتماع فني للحكام والاجتماع يتعامل في إحدى القاعات في فندق كده في مدينة نصر أو قريب من التجمع بعيد تماما عن اتحاد الكورب اجتماع فني حضروا الحكام بالمناسبة القاعدة تخص الاتحاد الأفريقي استأذنوا الكاف عشان يعملوا المحاضرة والاجتماع الفني في القاعدة أدوات الفور Macklin اللي كانوا يشتغلوا عنه النهاردة ومالك الاتحاد الأفريقي واستأذنوا الاتحاد الأفريقي فبداياتا كده الكاف أو الاتحاد ما عندوش أدوات وبدأ ما يأجر من الشركة المسؤولة استسهل المسائل ويأجر من الاتحاد الإفريقي ده في البداية معناه إيه؟ ده معناه أن احنا مخداش أي خطوة إيجابية كابتن جبال غندور مبارح طلع بالتصريح قال لك إحنا تكنية الفار عندنا يعني بعافية يعني كلمة بعافية دي ده الوصف اللي إيها يعني فبالتأكيد احنا متوراش المنظومة التقنية ولا الحكام؟ لا هو قال لك هو تكلم عن تكنية الفار تحديدا هو تكلم عن تكنية الفار يعني الجزء الأهم كان تكنية الفار هو طبعا مش يدري يهاجم الحكام أنه هو كابتن جبال دلوقتي هم عايشين حالة سلم دلوقتي مع بعض الإخوة كلهم عايشين حالة سلم فما ما فيش مجال أنهم يقطعوا ببعض دلوقتي لأ دي بعدين يعني دي برحلة هي كانت قبل كده ودلوقتي فيه هدنة بعد كده ترجع مرة تانية هدنة عشان ما يجيشها بير أجنب بالزبط بالزبط دي هدنة مؤقتة بينهم بهم بعض هم دلوقتي عايشين حالة سلم وقام لجنة أسرة الحكام لكن ده ده سلم مؤقت لكن هو طلع قال بيدافع الحكام وقال التقنية عندنا صعب قوي تقنية عندنا بعافية طبعا ده طبعا مرضود للاتحاد الكورة والاتحاد الكورة وعد قبل كده كذا مرة أنه يطور من التقنية وعد استحداث معدات جديدة احنا بكلم عن أنه عندنا أربع عربيات فار بس في مصر يعني لو ظروف حكمتين نحن نلعب زي الأسبوع الأخيرة مثلا كله في توقيت واحدة بصعب جدا يكون في فار حالك تخيل أن نصف عرض المباريات أو أكثر من نصف عرض المباريات ممكن يقام بدون تقنية فار ومباريات ممكن تكون مصرية وحاسمة فده طبعا أمر كاليسي أعملني الكلام عن منظومة التحكيم منظومة التحكيم لكن ما منطورش من منظومة التحكيم في مصر نتكلم على الفار عندنا شفنا في الصبر الأفريقي والصبر المصر قصدي شفنا تقنية الفار إزاي وقع تسلط حسب فأقل من 6 ثواني شفنا إمباريح حكم بيوقف قدام الفار حوالي 3 دقايق وبيتكلم ويأخذ قرار وفي الأخرى سيطلع قرار كمان خاطئ حتى بعد سنة تقنية الفيديو كمان طلع قرار خاطئ في مباريات الزمالك والبنك الأهلي لا طبعا أمر صعب جدا ويعني أنا شاف أنه عيب على اتحاد القرى بصراحة عيب أن الاجتماع اللجنة الحكامي يكون خارج مقر الاتحاد كان فيه أكثر من مكان فيه فيه ممكن مشروع الهدف يعملوه فيها مثلا في المقر الجديد للتحاد فيه مئة مكان إلا أنه مروح يستنى بارتحاد أفريقي يعني مش معقولة يعني مش معقولة يوصل بين الأمر أنه حتى الحكام لما يجي اجتمعوا يجتمعوا خارج البيت وخارج الأسرة يجتمعوا قبل كده في بيوت بعض ويعملوا مخاضرات في بيوت بعض وطبع الأمر حاجات غريبة حاجات غريبة جدا وحاجات سيئة جدا جدا وبتعكسنا ليه طيب النهاردة الكابتل محمد فروغ ورئيس اللجنة بشكل مؤقت ما حضرش الاجتماع الفني كان عنده اجتماع مع الأستاذ جمال علام في اتحاد الكورة اجتماع ليه علاقة بتسريب محادسة الفار والكابتل محمد فروغ حسب ما وصل لي من تفاصيل أنه قال للأستاذ جمال علام المحادسات نفسها ما جاءت ليش طيب المحادسة دي لو حقيقية ايه رد الفعل على اتحاد الكورة دلوقتي المفروض يأكد أو ينفي لأن الكلام اللي تقال كلام خطير طبعا سمعتو تعليقك سمعتو طبعا أنا أنا كمان مستغرب كمان من الحالة اللي فيها الكابتل محمد فروغ يعني حكاية اجتماعات مع اتحاد كتير قوي استقال ورجع في الاستقالة الكابتل بريم نور الدين استقال ورجع في الاستقالة واحنا بيتكلم على عايشين حالة ضبابية هل اللجنة دي مستمرة ولا مش مستمرة التغيرات اللي بتحصل عليها كل شوية فيه استحداث في منظومة التحكيم وده أمر سلبي جدا الاتحاد الكورة رامي منظومة التحكيم على جنب خالص وبيقولك نسيبها للاتحاد الجديد اللي جاي الكابتن الأستاذ محمد ربولغفو عضو الاتحاد الكورة طلع من شهر عكس كل اتجاه قال احنا خلاص خدنا قرار ان فيه خبير تحكيم أجنبي ومش عفوة كان علي أساسي خدنا قرار على ان تعاقد مع مدير فن أجنبي طب لو مدير فن أجنبي تعاقده مع دلوقتي خلاص قبل انطلق الدوري طب ما ده حصل مع ميكالي نعم ما تعاقده مع ميكالي لا أنا بقولك خبير تحكيم أجنبي لا عصد يعني الاتحاد نفسه اه بالظبط اه بالظبط اه اعمالها داخل على انتخابات بالظبط اه يعني اه طبعا اتعاقد طبعا كان ممكن يسيب برضو الأمر ده للاتحاد الجديد المجلس الجديد ومباركة وزارة الشباب بالظبط بالظبط لكن طبعا كان يعني انا قطأ اتمنى لو كان عندهم فعلا النية واخدين قرار فعلا بالأمر ده والتصريحنا السيد محمد الابن ووفا جيب على تقريبا 24 ساعة من ما اشار للكابت الجمال الغندور انه تواصل مع وزير الشاب الرياضة لتعيين طاقم تحكيم مصري او خبير مصري دير اللجنة فجئنا بعد 24 ساعة بس السيد محمد الابن ووفا كان في رئيس بعثة للمنتخب رجع من البعثة بدل ما كان يتكلم في امور البعثة تتكلم على ان في خبير اجنبي جاي وده كان امر بالنسبة للمفاجأة انت ازاي حصل ده واحنا لسه الكابت جمال الغندور قبلها بيوم ويومين مالك كل وسائل اعلام بالحديث على الخبير المصري اللي جاي والتوافق مش توافق طبعا احنا عاشيين ازمة كبيرة جدا وكنت اتمنى احنا نبتد الموسم بحاجات كتير قوي في موضوع التحكيم تحديدا استحداث تقوية الفيديو نحنا نطور بنفسنا مش معقولة نشوف حكامنا مميزين في البطولات برة في بطولة الصبر ونشد بيهم ونرجع هنا في اول اسبوع في الدوري تحصل ثلاث مباريات تحصل فيهم ازمات كبيرة جدا غيرت من نتيجتها مبارات الزمالك وبنك الاهل النتيجة تغيرت بسبب التحكيم مبارات بتنجدت وبرميز تغيرت بسبب التحكيم شفنا ازمة في اول مبارات ترحية في الدوري بسبب السماعات طبعا ده كله ده لأسف شديد احنا ما استعدناش للدوري ولا للاتحاد عمل اي خطوة ايجابية للدوري حتى بما فيها قرار اللي التعاقد مع خبير اجنبي وده كان قرار لجنة الاندية في اجتمعها مع الاتحاد يوم 18 ستمبر انا مش عارف اللي تحكم فين الفترة دي كلها بصراحة يعني اقعد اكتر من حوالي شهر ونص مفيش قرار مفيش قرار وقصص جمال علام بيعمل اجتماعات ومرة واحدة ابراهيم يستقيل ويرجع ويتمسك بوجوده ومحمد فاروق يعني النهاردة محمد فاروق الاجتماع الفني مش موجود مش موجود اعاد بيحل مشكلة تانية مع رئيس الاتحاد طيب بيحل ازمة وبعاكد تسريب طب التسريب ده ايه اللي يحصل طب ماشي نفترض يعني يعني سي يعني انا واثق دلوقتين مثلا مش هقول 100% من الجماهير المصرية واثقة من التسريب ده لكن على الأقل في قطاع كبير جدا جدا ممكن نقول اكتر من 5% سموا التسريب وتكلموا على التسريب وحسين التسريب ده حقيقي فين رد الاتحاد فين رد الاتحاد وعاكده انا مش عافي الاتحاد ليه دي ما ميرودش حتى العقوبات بتاعت نادي الزمالك اعلنها بعد بعد ما خرج التسريبات عن ضياع التقرير يعني انت منتظر منتظر البطولة خلص البطولة الصوبة خلص 24 تيجي تاني العقوبات بعديها مثلا بفترة 11 اليوم او بتاع انت كنت منتظر ايه اه يقولك المنتظرين اللي يابت زمالك رجعت طب اللي يابت زمالك رجعت في نفس اليوم كنت ممكن تاني العقوبات لكن انت انتظرت لحد ما اقبرت يعني وكمان حتى القرارات طالعها ثمانية بالليل وطلع القرارات غلط هو الطبيعي يا أستاذ علاء يقولك ايه قررت ادارة المسابقات في اتحاد الكورة بناء على تأرير مراهب المباراة مزبوط ايه ساب كل ده ومراهب لك قرر اتحاد الكورة اه مش بتاعته مش بتاعته وكذا سيد محمد انا ازاي يخرج تسريبات الساعة خمسة لعصر ان فيه التقرير ضع ويبقى حديث حديث المدينة زي ما بيقولوا حديث السوشال ميديا كلها وسخرية الاعلام وسخرية الناس كتيرة جدا بيسخروا من حكاية ضياع الملف من ضياع تقرير فجأة ساعة من قبل اللي العقوبة طلعت طب طلعما العقوبة موجودة عندك وجهزة ما ليه معنى تناشي الظهر ليه معنى تناشي قبلها بيوم ليه مستنى كده يما تحط نفسك في محل الشبهات فطبعا دي اضياء اضياء خطيرة جدا عارف ليه ما هو لو بناء على التقرير القرارات مش هتبقى كده طبعا طبعا لما تدي اربع مباريات طبعا في فرق ما بينسوء سلوك وفي فرق الاعتداء الاعتداء طبعا فلما تقول التقرير ضع طبعا يبقى انت خدت بناء على شريك مثلا ولا خدت بناء على التلفزيون ولا خدت بناء على ايه ولا خدت بناء على ايه حتى خالص حتى قرارات هو شايف ايه اخف عقوبة ممكن اخف عقوبة اخف عقوبة وفي ليحة ويطبق عليها ليحة ليحة انت دي نوديك تلطي العمر يعني انت بتكلم على اربع سنين يعني ممكن فيه لعبة يكون اعتزلت وبيقت مدربين ولسا العقوبة ما خلصتش شفنا عقوبة تخلط على محمد ابراهيم لما كان لعب في سراميك وربطرة عقوبة اخف ثلاثة مباريات سوبر انتقل للبنك الاهلي وصعب جدا نشوفه مثلا نشوفه في السوبر تاني الله اعلم القرارات الاندباطية بتقبع في كافة البطرات طبعا يعني طبعا كده بتكلم ايه اربع مباريات يعني والاغرب انا كنت منتظر قبل قرارات طبعا انا كنت يعني لما يكون اصلا محاكمة اللعيب لعبة الزمالك على يعني تهمة استخدام العنف كلمة استخدام العنف دي اعلى من اعتداء كلمة اعتداء دي ممكن يكون فيه اعتداء لفظي مثلا فيه اعتداء اي حاجة لكن كلمة استخدام العنف ده معناها ان فيه تطاول وبعكده اللايحة واضحة اعتداء على احد افراد المنظومة يبقى العقوبة تم مباريات دي اللايحة لكن هو طبعا خافه طبقه ده خافه انت حالك لما اتحالك لما استدعى المدير الفن فريزة مالك للتحيق اربع مرات ومرحش اقول لكم على حاجة تم استدعاء جميز للاجمة الانضباط في اتحال الكورة اربع مرات والاربع مرحش برطاق بتحريب من مجلس النادي ايه العقوبة اللي خدها ايه العقوبة اللي خدها جميز اتحال الكورة قال لنا انه انه استدعى الرجل ما هادروش يقول له كلام ده هل اتحال الكورة طلع ببيان او طلع قال ان احنا غدا استدعاء المدير الفني نادي الزمالك لنتحكم معه ما حصلش ما فيش شفافيات اعلان اي حاجة بالزبط طبعا احنا طبعا احنا عايشين يعني اسوأ فترة في ادارة الكورة المصرية تم يعني العقوبة تمام الممبوريات دي كانت يعني في صالح نادي الزمالك والله مش في صالح اي نادي صالح نادي الزمالك نفسه وانا حتى كمان كنت منتظر قبل عقوبة اتحال الكورة وانتظر بيان مجلس صالح نادي الزمالك يعني كان على مجلس صالح نادي الزمالك تطلع بمسؤولياته وفتجاه البيانة اللي عمله نادي الزمالك اصدر بيان ضربنا لكورة عظيم سلام اولا اعتذر فيه للاشقاء في دورة الامارات اعتذر لحكومة الامارات اعتذر لكل افراد المنظومة وختم بيانه بتلاث سطور تلاث سطور قال فيها انه هيجري تحقيق عاجل وانضباط وفرض عقوبات اللي دعها على كل من تجاوز فين العقوبات نادي الزمالك فين العقوبات نادي الزمالك كان ممكن يشير الاحراجة او او يحط التحدي الكورة قدام مسؤولياته هو عقب لعيبته لو كان نادي الزمالك عقب لعيبته زي ما نادي الزمالك كان بيعمل وما بيستناش القرارة تحدي الكورة كان ممكن تحدي الكورة يتجرأ يتجرأ ويطبق العدالة ويقف الابتزم نتذكر موقف حسين الشحات قبل اتحاد الكورة مع عقب حسين الشحات النادي الزمالي كان اصدر قراره بتغريم حسين الشحات وكان يبقى فيه قرارات اقوى من كده كمان لا عندنا حالات اقوى من كده بكتير نحن عندنا نجوم واساطير في الكورة مصرية خلط عقوبات من نادي الزمالي عقوبات قاف 6 شهر وسنة فيه لعيبة عندنا يعني انا مش عايز بس الناس بسا اكيد الجيل ده مش هتذكر وقعة الكابتن مبريم حسن ولا وقعة كابتن حسام حسن ولا وقعة اي من رجد لعب الكورة الطائرة اللي تم شطبه لسوء سلوكه ولا تنين لعيبة من تنس طولة لما ترحيلهم من المغرب عشان خاطر يعني بمجرد هم اشتبكوا مع بعض اشتبك لفظي النادي قالنا رحلهم فطبعا احنا للأسف الشديد شفنا ده وكنت أتمنى من التحال الكورة انه قبل ما يمشي يقول او يسيب ذكرى كويسة لي لكن للأسف طبعا هم نويين يرحلوا مصحوبين يعني مش هقول بالعناية لكن غير مأسوف عليهم يعني للأسف لا نتيج ولا انضباط ولا اي حاجة خالص احنا مش عارفين نعمل اي حاجة في اي حاجة ولا عارفين نعمل لجنة انطباط شفنا بالأسف شفت الأسف محمود الشامي في حوار صحفي في حوار تلفزيوني من يومين الرجل قال فيه كلام والله العظيم لابد يعني لو فيه عندنا مسؤول يتم استدعاء الاتحادين السابقين لمحاكمتهم يعني قال على كمية تجاوزات حصلت لابد ان يحاكم عليهم الاتحاد السابق واللي قابليه كمان على جنشون اللاعبين وازاي كان بتحصل التلاعب في العقود اللاعبين وازاي ما كانش احنا بيقول يعني وتعينات المدربين وهو طبعا نتنصل منها لكن هي معروفة لانه ده واقع يعني واقع وكلنا بالبشركاء فيه كمان يعني لكن لما بتكلم على ان اللعيب عندنا بتخرج تتخطى المنظومة وتروح تقدم شكوة الاتحاد الدول مباشرة ضد نادي او ضد اي حد بدون اللجون للتحاد الكورة المصري اللي هو الطرف الاصيل اللي هو المخاطب اللي هو اللي وجه الاتحاد الدولي يعني انا مستحيل مستحيل لعب في اي دولة في العالم يجي يرفع ضعوة قضائية على اي نادي هنا الا بمخطبة التحدي الاهلي بتاعه لكن احنا عندنا لا دونس دحم اي حد يرفع ضعوة قضائية على اي نادي يروح يقدم شكوة في الفيفا شوفنا ده ده اللي خلى في الاخ خالص اعضاء جماعي في ممينة الاهلي يتحرقوا عشان يعملوا ضعوة قضائية ضد لاعب اللي هو مروان حمدي لانه شافوا العدالة غابت يعني لاعب تجاوز بحق النادي الاهلي وجماهيره وما تمشت معاقبته فبالتالي لجأنا لسكة احنا ما نحباش انا انا ما نحبش اللجوء للقضاء ارجع لك لمعلومة يمكن جتلي دلوقتي الاجتماع الفني النهاردة للحكام مش طبيعي ناقش احداث او الحالات التحكمية الماضية زمانك والبنك والبنك الاهلي والاهلي وسيراميكا وكل المباراة النهاردة زمانك والبنك الحالات التحكمية لم تناقش في الاجتماع الفني أمام كل الحكام ده معنى ايه انهم عايزين الموضوع يعدي بس بس اده كل القصة ببساطة جدا سيد محمد لما تشوف خبراء التحكم اللي هما كانوا لسه مبارح بيلعبه وتشوف ان ان ستة يطلعوا بفضائيات ستة يطلعوا بفضائيات بعد مباراة الزمالك والستة لما تفقوا على قرار واحد مظبوط كل واحد بيقول قرار عكس التاني يعني انا انا عملت سرد يعني لدرجة ان انا وانا بقلب مش عارف واحد يقول لك تلات قرارة صحيحة كابتن احمد شناوي كابتن احمد شناوي كابتن احمد شناوي تلات ضربات جزاء صحيحة الكابتن تلات ضربات جزاء صحيحة نشوف كابتن جديد جريشا يبعى كلامه عكس كابتن ياسر عبرو فطبعا احنا عندنا يعني مفروض ان التحكيم ده قانون والقانون ده مصطرة فلكن بتشوف طبعا هي اهواء ومش عارف هل المنظوم عندنا يعني مش معقول يكون المنظوم عندنا مش عايز اقول فزة لكن مش معقول يكون المنظوم عندنا رسة اول الحالة دي يعني حتى في لعبة واحدة ستة اختلفوا عليها ازاي يعني وبعا كده احنا في لقرص ان هجم التحكيم لكن حكاية التسريب الاخيرة طبعا يعني انا مش عارف التحاري الكورة فين انا كنت اتوقع اللي بعد التسريب ده بس طبعا مش هيحصل انا كنت اتوقع بعد التسريب اللي حصل ده ان التحاري الكورة هو اللي يبادر باجراء تحقيق عاجل في الواقع دي ويجيب رئيس الجد الحكام ويجيب العالفار ميدو سلامة او يجيب الكابتن محمد فاروق ويحقق معهم في الواقع دي وياخد قرار سريع فوري ان ضرب الجزاء تم احتسابها او يسأل الكابتن محمد عادل او يسأل كابتن يعني انت اتقرار في الواقع انه يفاول اه طبعا والناس كلها مشت مع القرار ده ازاي يعني انت ازاي تقول حاجة يعني ازاي انت مع الفارب تؤكد ان ضرب الجزاء غير صحيحة وترجع تخالف ضميرك فقل من 6 ثواني يعني انت مجرد بس معدلت كتفك بس انت شايف اللعبة وقلت مع المرائب بتاعك ان اللعبة دي مش ضرب الجزاء لان الكورة اتجاه الكورة هل ممكن هل ممكن هو بيشرح لمحمد سلام ميدو وورده محمد سلام ميدو له وقايا كتير على فكرة اه طبعا فكي ان استئناف اللعب في مباراة الاهلي لما كان امين عمر حكم اللبارات وساعت امين عمر قال له استئناف اللعب مش بروتوكول الفار يميدو قال له تتعليماتك كانت من سيد مراد كانت مباراة الاهل والبنك الاهلي اعطيت في السادة المعنونين العرب اه بزبوط فهدي اول وقع الواقع التاني لو جاب منها تقريبا الرامور ربيع جاب هدف وتم الغاءه بالزبط كده الواقع التاني كانت في السادة الماكس والاهلي كان بيلاعب البنك الاهلي برضو وهدف لعيمان اشرف من كرة متحركة وكان سعيدة محمد السادة الميد وعمر الشناوي والله كأنه والله العظيم كأنه في رسال بيحب يعني شوفت مباراة واحدة الاهلي وبنك الاهلي يذهب وإياب بتحصل فيها والله كأن القدر بيديت تحاد الكرة ده يعني يعني فوق وانتوا اه في حاجة غلط بينور لهم يعني انتوا ايه اللي بتعملوه ده الكرس بعملوه دي طبعا انا كنت اتمنى يكون في تحقيق يعني شوفنا ليفربول لما كان عنده أزمة مع واحدة مبارياته وقامة دون المقاعدها وشوفنا رئيس النوطة حكام عمل اجتماع بعد ساعتين من انتهى المباراة واصدر بيان واصدر بيان رسمي وتم اعتزار فينا ليفربول وعمل القرارات لا ده الكورة بالضارة صح لكن احنا خلاص احنا احنا كورة عندنا بالأسف شديد يعني احنا منعزين على العالم عندنا ناس مجهولة بحاجات تانية في صراع ما بين الحكام في صراع ما بين اعضاء اللجنة مع حكام الموضوع يعني اكيد محسوم لازم خبير اجنبي بأي شكل النهاردة قبل بكرة ده انت يا سيد محمد والله العظيم لو تم تسريب محادثات في جروب واحد من جروبات الواتس للجنة الحكام دية اقسم بالله العظيم الجميل الكورة مصرية لا انتصق في اي حاجة مصرية مدى الحياة لو تم تسريب محادثات بين حكام لما منقسمين لثلاث مجموعات لو كل مجموعة حالك بتشوفهم بينتقدوا زميلهم الزال بيلعبوا معهم حالك انا متأكد متأكد ان المستحيل حد هيصق في التحكم المصري مدى الحياة القدام طيب انتقل معك لملف تاني ملف الدور العام هو مش من بداية الموسم متفقين محدش يطلع زيرو اكيد لازم يكون فيه نقاط عشان يكون فيه دافع تمام للمنافسة تمام قبل ما الهوى كنا من الكلام انا وانت يا صوص علاء وموضوع النقاط فيه تصراحات غريبة اسمعنا تصراحات كوميديا كاريسية يعني والله يعني انت الاول تاخدها كوميديا وبعد ما تخص يعني بعد ما تصعب التصريح الا اول وانت بتسمعه وتضحك تقول عليه تصريح كوميدي لكن بعد ما تصمع التصريح ده للنهاية تكتشف انت تصريح كاريسي انا مش متخيل ان واحد بغط النظر عن هو بغط النظر انه يطلع يقول مش عايز الاصلح للكورة مصرية ان احنا بعد 17 مباراة نصفر العداد والتسعى اللي طلعوا هو يطلعوا بصفر ونقاط ويلعبوا مع بعض انا كده انا كده بقول بقول للناس يعني انا لو النادي الاهلي ولعبت اول عشر مباراة من 17 وخد 30 نقطة من 30 نقطة يبقى سوى مباراة البيض مش مهم عندي لان انا ضمنت ان انا هكون من 9 عوائل بالزبط دي ليه حسابات انت حالي هادر بعرض دور الاول اصلا اصلا بعرض دور الاول بلو بعرفين مين اللي هيعرف دور مين تخيال ان ما النادي الاهلي يلعب اخر سوى مباراة ليه اولا اولا انا مش هقول ان النادي الاهلي او اي نادي غير الاهلي ممكن يفوت لحد لكن على الاقل خلص انا ممكن رايح لعبة الاساسية ممكن اخسر مباراة كتير جدا انا بدي فرصة لعملية مش عارف والله محمد بعدين احنا اتفعنا على نظام ازاي انا اقول تصريح ان انا اخلي الاندية بعد الاسبوع العاشر الاندية اللي تضمن بقاها في التسعة الاوائل بعداد النقط او لا بعد المباراة يعني مثلا في نادي هيبقى بعد عشر اسابيع زي نادي الاهلي ممكن يبقى ضمن ان يكون في التسعة الاوائل معناه انه بقول لا العابل بالاربع مش عارف بقايا دية براحتك بقى شوفتها استعمال ايه روح بقى ازبط معا او اتعاطف بلاش بجور ازبط اتعاطف مع نادي تاني ليك علاقة مع نادي تاني بتحبه روح اعمل فوط له مباراة طبعا دي تصريح كريسة طبعا عايز اركب الترند لا احنا احيانا نشوف فقرات كده لا 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 هو عايز يخدم بصلحة ندي مع النادي الاهلي في مرحلة التطويج هيبقى الامر صعب جدا عليها فهو بيدي فرصة النادي ان هو يطلع تاني تالت رابع خامس سادس وبعد كده يطلع مرحلة التطويج ويكون العداد صفر فهيبقى عنده فرصة افضل انه يفوز ببطولة طيب لسه الحوار مستمر واكد اكيد لسه عندنا ملفات كتيرة لسه هكلم مع اصدر علاء على بطولة القرات الثلاث فيها كلام كتير الجزئية دي اكيد لكن مهم جدا نطلع لفاصل دلوقتي ثم نواصل بعد الفاصل طيب نتطرك لملف اخر ومتعلق بمشوار الاهلي على المستوى الدولي عندنا بطولتين على مستوى عالمي بطولة فيفا انتر كونتيننتل والفوز على لقاء العين الاماراتي بالثلاثية نظيفة وتحقيق بطولة كأس القرات الثلاث ثم التأهل الى قطر للمشاركة في كأس التحدي مع الفائز من ديربيل امريكتين امام باتشوكا المكسيكي وعندنا كمان حدث عالمي مهم جدا والنهاردة انفرضنا بتوقيت وصول كأس العالم للاندية الى مصر في الفترة من 14 الى 17 من شهر فبراير المقبل استاذ علاء احداث عالمية كبيرة ولكن عمل صخب على السوشيال ميديا وكأن الناس بتحاول تقول الاصلي دي كلها امور ودية دي كلها تفاعلات يعني الاعلام هو اللي بيحاول يستنحها ولكنها ليست رسمية تعليقك على الحاجات دي؟ لا انا بأعذرهم بصراحة انا اللي بيشكك وكده بأعذرهم واحد مش قادر يعمل حاجة مش قادر يطلع للامر فينزل الامر يعني فيمكن حتى انا قلتها من شوية كنتكاتب يعني مش بسط كده بقول فيه وده حقيقة يعني ان كان فيه عالم فضاء امريكي في مذكراته قال ان احنا احتاجنا يعني امريكا احتاجت سبع سنوات من اجل اقناع العالم الثالث انهم اطلعوا للامر العالم الثالث اه العالم الثالث قالك قالك ان كان صعوبة جدا ان احنا نطلع العالم الثالث ان احنا طلعنا للامر مش مصدقين طبعا صعب ان تجيب واحد من العالم الثالث وتقول له احنا طلعنا صاروخ طلعوا للامر مش هيصدقك طبعا بالتالي الناد الاهلي برضو هيكون محتاج ينتظر سنين علشان العالم الثاني مش التالت بقى العالم الثاني نحنا بنتقدم شوية يستوعبه العالمية التي تتنادي الأهل صعب يا محمد أنت ناس يعني بيحتفلوا ببطولة قرية شهور لما تيجي أنت تقوله أنا بطل يعني هو طلعوا يقولك أنا بطل 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 أبطل أفريقيا يعني يعني شايفي بطل 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 أفريقيا وطبعا زميين ناعمين يعني فلما تيجي تصدمه بعدها بسبوع وهو لسه هيبتد يحتفل أنه بطل 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 أفريقيا عارف أنت محمد 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 أفض الزبط يا محمد محمد معه هو كده أنا بطل بطل لأ دعا فيوح زميلي إطلاق معايا في البداية قالك أنا بطل 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 قلت له خلاص يا من روح يا أولى قالك لأ دعا عشان أنا بطل 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 فقلت له تم ماشي فلما تجي انت تقول له تصدمه بعدها بسبوع تقول له أنا بطل تلاك قارات مش بطل قارة واحدة لأنه إحنا بطل قارة دي أمر مفروغ منه لأ كمان تضيف عليها بطول قارتين قارتين طبعا ده أمر صعب أنه يستعبه صعب هم من ساحل الوقت بيتكلموا على كاس العالم اللي كان يشاركوا فيها سنة 2001 واتلغت حتى والله يعني حتى زيالت أول إعلامي زي ملكاو جدا يطلع ما كانش يعرف البطولة دي كانت فيه أصلا 2001 ويطلع مش يعرف الزمالك تأهل لها إزاي يعني بيقول لك الزمالك شارك فيها هو بطل دورة بطل ما كانش بطل دورة بطل شارك فيها إزاي يعني إزاي الزمالك تأهل البطولة العالم اللي هيتلاغت فبيقول لك الزمالك شارك فيها بطل دورة بطل ما كانش دو بطل دورة بطل دورة بطل اله uma انا والله حتى عمت له عروتس الزمالك مشارك بطل أبطال الكؤوس واللي كان بطل أبطال الدوري كان هارسوفوك الغاني وإن الأول مرة كانت أول نسخة اتعاملت من 8 منتخب من 8 فرق اتعاملت من كمجماتين المرات دي في أسبانيا الاتحاد الدولي كبر قاعدة شوية وخلها 12 فريق جاب من كل القرار بطلين إلا كيرونوس خل منها فريق واحد بس فأنت كنت مشاركين دولة بطرفة حتى كل ما عربتها غلط فطبعا محمد يعني انت انت واحد كل ما تتكلمه على الكاسة العلمان دي ويقولك احنا شارتنا مشاركة طب انت فين دلوقتي انت فين دلوقتي طبعا أنا يعني بحاولة التشكيك دي في الأول انا تكرتها دي كانت تكرتها جهل لكن طبعا متعمدة متعمدة يعني ببعرفين ان الكلام صحيح طبعا عارف انت تركوب الترين لا بص يا محمد انا قلتلك هما البداية كان والله فعلا فعلا هما كانوا جهلة يعني مش كل العلمين طبعا جال بالمعلومات يعني ما عادش بهم نكلف نفسه حتى يخش موقع الفيفا وسبحان الله حتى الفيفا سهل الامر وخلاه باللغة العربية ده الفيفا قطر في خيره ده انت لو دست بس هتلاقي باللغة العربية هتلاقي الكلمة موجود يعني مكلفوش نفسهم هما فوجوا بالحدث فوجوا بدخامة الحدث كمان بدخامة الحدث كمان يا محمد يعني هما فتاقلوا مباراة زي كاس لسيل فريتين يلعب مع بعض ده كان لفتاح ملعب اه كان لفتاح ملعب وتحسب البطولة لا والله اه والله بشيقولك عن ابطال كاس لسيل ده الحد دلوقتي يعني طيب فانا بقولك انت لما تخيل انت لما يكون واحد بفاكر ان الاهل يلعب الآن زي ما هو لاعب الهلال في كاس لسيل أنا بقول لك بقول لك هما صدوا في ضخمة الحدث هما في كلها مباراة إليها اللعب العين هيلو مثلا إيه 3000 متفرج عادين في الدرجة الثالثة شمال وفي الأخرى الكاس هيتطلع فتعرف أنه كان فيه تشكيك حتى لفكرة أن الكاس مش موجود مفيش كاس ومفيش ميداليات طبعا طبعا الكاس جاي مع وفد الفيفا يا محمد لما معطرفوش بالمهندس هنا بريد أنه ده عضو مجد بالتنفيذ الفيفا والله مش معطرفين بيه يقول لك ده عشان موجود في مصر موجود في مصر ده كان في أسيوبا بيحضر الكونجرس بتاع الكاف لغاية آخر لحظة كان باترس متسبي جاي آه طبعا لغاية آخر لحظة لا ويقول لك ايه كان باترس متسبي كان بيحضر كورشة طاية ما جايش ليه دي بطولة اللي تحرف ليك مش معنى بيها يعني هو متسبي بيحضر بيحضر برشاطة الأهل في كاس عامل الأندية لا رئيس الاتحاد الأساوي بيحضر أي مباراة للهلال أو الاتحاد في كاس عامل السعوديين رئيس الاتحاد الأساوي بيحضر مباراة للتحاد جد أو الهلال السعودي في كاس عامل الأندية دي مش مطلطهم مش معنين بيهم يعني يقول لك لأ برنامج من مونديال الأندية جاي مصر في شهر اثنين اللي جاي آه انت انفرطت بالخبر ده من 14 هو ده خبر ده بتشوانة ليه نعم هو ده الخبر بتشوانة ليه ده الأهل المنديالي النهاردة كان خبر مهم جدا الكاس اللي هيتسلم رسمي في الولايات المتحدة الأم non basic تحتكلم tienen و Cash و هو الكاس المنديالي هيا في زيارة لمصر زيما كاس العالم للمنتخبات يلف العالم يلف العالم كله طبعا هو الفيفا كان اعلن في شهر مارس اللي فات أن هتقوم جولة على غرار بطلالة كاس العالم للمنتخبات قال اللي كاس العام الانديالي ده شهر مارس اللي فات عشان بس ما تشونك عشان الاهلة اهلة هيجي الكاس ده ده في مارس اللي فات قبل الاهلة بياخد دورة بطالة افريقيا ومنجرد ما الفيفا اعلن عن النظام الجديد الـ 82 بطولة فيه كان براغراف باللغة العربية مكتوب ان فيه توجه لدى الكاف لدى الفيفا ان الكاس دي تلف في كل العالم عايز اقول بالي الناس قدامنا هول كاس على الشاشة خد بالكوا ده الكاس اللي كان بيتسلم دايما في اليابان او في قطر والامارات هل ده ممكن نفس الكاس اللي ييجي في القاهرة يوم من 14 ل 17 في براير عشرين خمسة عشرين مش مؤكد ممكن تكون فيه نسخة جديدة مختلفة لمونديال الاندية لا انا نفسي يكون نفس النسخة دي عايز النسخة دي اه انا بحب دايما البطولة تبقى بكاس واحدة مهما اختلفت المسميات لان دي بتديها قيمة والكاس كمان يبقى معروف قوي يا محمد الاندي الجماهير يعني الناس كنت بقى زي درعة الدورة عندنا يعني شوف درعة الدورة ما تحدس الناس لا اشتقت للدرعة القديمة اه لكن رغم ان الدرعة القديمة ده كان عليها تحفظات كتير جدا لكن انا شايف ان تفضل بطولة ان كاس العالم يفضل بالشكل القديمة ده بالنسبة لي انا شايف ان هو كاس رائع بجد يعني احنا شوفناه عن قرب يعني اكيد انا وانت شوفناه عن قرب اكيد مش في التلفزيونيات يعني انا تصورت به في النادي الاهلي عام 2006 فاكن لما الكاس جي النادي الاهلي في 2006 لما كان الاهلي بيشارك في اول مجرارات بالضبط جدا كنا ساعتها بنتصور بالكاس بالجوانت الابيض اه بالضبط بالضبط جدا انا رحت المتحف في كاس العالم الاندية في اليابان 2012 كرامي المتحف وحطين فيه دور كاس دور ابطال افريقيا اللي فاس بين النادي الاهلي والبطولات كلها فساعتها اتصورت مع كل كاسات ابطال القرارات في تاني مشاركة الكاس جي النادي الاهلي وكان في زيارة رسمية لمصر طيب سريعا عشان وقتنا بيجري معك انتصار الاهلي على سيراميكا بخماسية وتصدر المسابقة بدري بدري باهداف مهمة وعادة الاهداف ده مهمة جدا ممكن يفرق في الترتيب بعد كده شاف انطلاقة قوية كولر خلاص ابتدأ دخل بقى سخم في الموسم بشكل كويس طبعا انطلاقة بصراحة فاقت التوقعات فاقت التوقعات طبعا أنا طبعا أنا مش أنا يعني فيه ناس كتير جدا بتخاف دايما من فخ المبرارة التفتاحية بعد المتفوص ببطولة مضبوط يعني دايما بعد ما تفوص ببطولة والنادر الاهلي تحديدا فيه أوقات كتيرة جدا كنا دايما بنبقى قلقانين من أول مطش للأهلي بعد ما تفوص ببطولة حتى لو مش فتاح الدوري لو مبرارة عادية في الدوري الأهلي بعد ما بيكون نشوة الأفراح دي وبتاعه لكن بجد الشروط التاني وخاصة كمان الشروط الأولين الشروط الأولين كمان أكد شعوري بالقلق يعني أنا كنت داخل مباراة الآن الشروط الأول زاد من قلق أن النادر الاهلي ممكن يتعصر في أول مباراة الشروط متعلق جدا في الشروط الأولين بالزاد في المطش مين؟ أمان سيراميكا لا الشروط الشروط يمبرح عمل المباراة بجد يعني واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة يعني من سنة أو مساملاتين مشوفين شروط عمل الشروط كده فرغم أن النادر الاهلي أنا الشروط الأول بتقدم اتنين واحد لكن التخوف كان معي بين الشروطين لكن طبعا أسرع هدف في تاريخ الدورة عام المصر ده ألأ كلها وسام عمل أسرع هدف في تاريخ الدورة المصر صنعية مرعبة وسام أبو علي وطهر محمد طهر وطهر مفاجئة الموسم ده طبعا ده نتاج السببات التشكيل يا محمد يعني أنك أنت بيتقلق التقرير بسمحها ومتصلات مع بعض الزمالات أنا شاف في ناس خلط القرار بس محتفظة بيه بداخلها منتظر بتشوف المشهد فيه أعضاف في الربطة الأندية اللي ما انتقبتش قبله عشان عايزين ينزلوا اتحاد القرى عشان ينزلوا اتحاد القرى تخيل لما تبتلي دوري بربطة انتهى صلاحيتها أو انتهى مدتها القانونية فطبعا ده أمر كان صعب جدا فالمشهد فيه مفاجئات فيه مفاجئات وفيه تربطات أنا بكلمة تربطات دي بصراحة أنا أوه يا محمد يعني فيه ناس كبيرة جدا جدا قامات حلوة قوي ووعدة قوي لما بسألها بتقولي أنا ما دخلتش في قائمة مغلقة مش هخش انتخابات فهيحرموا يعني فيه أسماء كبيرة جدا جدا والناس نفسها تشوفها قالوا لي إن أنا صعب جدا لينزل الفردي لأن تعفل في الانتخابات والقوام ده بصعب جدا فرصة فردي تبضعيفة جدا صحيح هي عموما انتخابات اتحاد القرى المقبلة فيها مفاجئة فيه ناس في الربطة ممكن تكون موجودة في منصب النائب الرئيس ممكن يكون مش في اتحاد إفريقي فينزل رئيس بدون ذكر مصميات بس خلال أسبوع الخريطة كلها هتبان وما تعزلوش انتخاباتك كاف عن انتخابات اتحاد القرى طبعا أنا بتفع معك جدا بتفع معك جدا محمد في القصة دي وإنه ممكن ولا أتمنى والله أتمنى إن حد يروح لاتحاد أفريقي ويسيبره اتحاد المصري اللي هو وجه جديد أنا أتمنى وجه جديد نروح بقى لآخر جوزي معنا طرحنا سؤال في بداية الحلقة أجمل هدف في الأهداف الخمسة اللي حرزوا من الأهلي في مباراة السيراميك تعالى نستعرض مع بعض نستعرض الأهداف ونشوف رأي الجمهور أفضل أهدف من الأهداف الخمسة والمشاركات مش الأهداف أنا نستعرض المشاركات أكيد على سؤال الحلقة اللي طرحناه في البداية من وجه اتتظر الناس أجمل هدف هدف حسين هدف وسام يلا مع بعض نعرض المشاركات ورأي الجماهير معانا مصطفى حمدى بيقول لها طاهر أكيد بعد تمريرة الفدائي أنا ما كنتش متوقع أنك هتسجل يا وسام الحمد لله على نعمة الأهلي يبقى ده أول تعليق شايف أن هدف طاهر بعد تمريرة وسام اللي هو الهدف الخمس محمود الحسيني بيقول هدف وسام حطاه عكس اتجاه الحارس والجون اللي هو الهدف الثالث في بداية الشرط الثاني لا أقبع بلا كابتل وصام حسني كتير وصام حسني كابتل سام حسني كان خبير في اللعبة دي أكيد طيب نشوف رأيه تاني معانا هدف وسام التاني لأن الرأسية بوضعية صعبة جدا والتوجيه عالمي مازبوط ماشي ده محمد مليجي حنكو النهاردة بيقول معانا هدف حسين الشحات الأول من خارج منطقة الجزاء الهدف الساروخي أوكي يبقى فيه اختلاف في القراء علي أبو علي بيقول أجمل هدف هدف حسين الشحات الأول وأحسن أسست أسست وسام أبو علي لطاهر في الهدف الخمس دي كانت رأي كل الناس اللي شاركت معانا عايز أولوكو تعليقات كتيرة جدا بشكر كل الناس اللي شاركت معانا في الإجابة والتفاعل مع السؤال ولكن بالتأكيد وقت الحلق أجيري بصرع أستاذ علاء عزة أنا بشكرك شرفتني ومعورتني ربنا أخذيك ربنا أخذيك وصعداء ربنا أخذيك معانا في مرانا شرف لي أن أكون موجود معاك بأكد أن يكون عندك خبر هقولك قبل أن نطلع هوا شكرا جزيلا لأستاذ علاء عزة وأتمنى أن نكون قدمنا النهاردة مجموعة من الأخبار والكواليس الهمة جدا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد بيتجدد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء